مدنيين النهاردة فين دماغهم من التهار المدني بيصطف النهاردة مع قتلة الشعب هو أنت النهاردة لما تصطف ما خلي بقى لحضرتك الآن احنا أمام مرحلة كاشفة خلينا نقولها على بلاطة نقولها على بلاطة الوطن النهاردة بيكشف الناس اللي مع الوطن والذي يخون الوطن الموضوع النهاردة مفيش في النص لفي الإعلام مفيش إعلام محايد الإعلام ينحاز تماما للوطن مش منحاز لو سمحت ما تلزمنيش تنحاز إنحياس تام لأنه اللي عندك اللي برة واللي جوه هو ضد الوطن بينحاز لتنظيم إرهابي تنظيم إرهابي فالنهاردة الإعلام ينحاز للدفاع عن شرف الوطن والدفاع عن شرف الوطن والدفاع عن شرف الأمة والدفاع عن شرف الشعب المصر العظيم هذا هو دور الإعلام وأي واحد النهاردة مثقف أو عنده صفحة أو عنده مش عارف مين أو عنده برنامج أو مسؤول في حتة مش مع الوطن فأنت النهاردة لحظة الحقيقة يما انحياس كامل أصلا تفضل ساكت فزيك زي عدل تاني زيك زيه والنهاردة منفعش أنك تفضل ساكت دافع عن بلدك دافع عن مكانك تاني بقول هذه لحظة كاشفة واللحظة فارقة لأنه خلي بالك على مدى الساعات اللي فاتت اكتشفنا ناس ولسه ده انتو الكلام اللي جاي هيحلو وهتعرف كويس قوي مين معاك ومسك معاك ومتمسك بالوطن لآخر لحظة خلي بالك هتكتشف كل شوية ناس سكتت اعرفه ناس مدافعش عنك اعرفه ناس ممكن ينحاز لي اعرفه تاني اعرفه عشان اللحظات دي يكاشفة زي لحظة 2011 بالمناسبة 2011 لو كان ليها حاجة لو كان ليها لو كان ليها عرفت مين معاك ومين راح معاهم 2013 ثورة 30 يونو العظيمة كانت ايضا كاشفة مين انحاز معانا مباشرة ودعا معانا قبل الثورة بشهر نص من شهر مايو مين ثم مين انحاز واحدة واحدة ثم مين انحاز بعد كده الانحاز بعد كده انت عارفين ان انتهوا وهذه لحظة كاشفة يئما مع الوطن بكل قوة يئما مع الخونة والشعب هو الذي يحاسب شعب مش ما تقلق ابدا انا بقولك والله احنا ميت مليون اديتك امثلة بفرنسا وبتركيا وبامريكا وباسبانيا وبالمانيا وبغيرهم ولا حاجة انا بقولك ولا حاجة انت ميت مليون هو انت مش عارف انه عندك تنظيم ارهابي عدده تلتمئة ربعمائة خمسون